أحيلك وقعة من ضمن الوقاية بعد أول ماتش فأنا طالع كان مع زماننا طبعاً العزيز كريم خطاب بقى اللينك بعد الماتش فأنت اللي ربنا بيكرمك تقوله بتقوله يعني ممكن تشيد بالعيب ممكن تنتقد العيب تتكلم الناسك بتقول إيه بتنقل اللي انت شايفه يعني فأنا جيت على إمام عشور جدا أنا وكأن ليه لأن أنا طول الماتش عمال بكلم صحابي على الواتساب إمام لازم ينزل إمام لو نزل للشكل المنتخب هم دول بيسخنوني فلو إمام نزل الشكل هيختلف تماماً مضطرقات هقولك بالعكس والله هي مضطرقات قلش سيد أيمان مصطفى راجل شاطر شاطرة مش طبيعية بس أسوأ حاجة في العالم ممكن تعملها إنك تتفرج على مباراة مع أيمان مصطفى تحديداً للمباراة الأرسنال هون مش المشكلة هون مش في الفعالاته أثناء المباراة هون مشكلة يعيني في الناس اللي بتتعزم مع الواتساب هو كل كرة بتتشاط أنا قلت لكم مارتينه اللي مش عارف إيه الكرة اللي بعدها أنا قلت لكم جيسوس ده لازم يخرج لازم يخرج الراجل التت ده ده ما بيفهمش كور طول الوقت إيه ماسك الواتساب أنا معاشور بكلم مين هو واضح إنه هو بيبعثهم لنفسه عشان يفكر نفسه لو نسي إنه كان شاتم في دوت المطش اللي فاتي ابتكر المطش اللي بعد أنا بموت أنا بموت عشان كده أنا قلت لنا عارف صحابك اللي عماتساب فأنا جيت بعد اتكلمت على إمام يعني كأن المنتخب كله كان في حالته معادة إمام عشور ده اللي كان وحش قوي تمام فحتى لقيت بابا يبعث لي بيقول لي يا ابني هو أنت أهلاوي أهل حقنا أهلوي جدا فقال لي هو من المنتخب كله بسعيب المحايد لا أنت عارف أنه في المحلي هو أرسنل بس هو أرسنل دانم رواحد بالإسبالي فلاقيت لك صفحات طبعا للأهلوية ولو حصل لو أنا كنت انتقضت لعيفة الزماليك نفس الحاجة تحصل أنت فيه من الدنيا عندنا طبعا بقيت شغلات فلاقيت لك صفحات أهلوية سلخيني وأنا مش متعود لأنا تشتم يعني الموضوع حز في نفسيتي جدا أنت تشتغل بشكل بروفشنال جدا ومهاني جدا فما عندكش متعود قليل قوي يعني فابتديت إيه فاتكلمت مع إمام بعتله على الواتساب قولت له أني عايزك تبقى متأكد إلا أنا ما كانش في دماري أي نية سيئة يعني أنا مش عشان بقى إيه زمالكاوي مثلا فأنا بحاول يعني ألمع بقى لعبت الزماليك وانتقد لعبت فجالي بعد ماتش كاف فردي فقال لي عايز أقولك على حاجة إحنا جزء من شغلنا ده أنا لا تضايقت ولا الموضوع يعني أنا بساطي جدا لأن ممكن عقلية اللعيبة عندنا يقولك لا أنت مطالب أن أنت تلمعنا أي أن كان الوضع إيه أنت فاهم أنك تبقى موجود مع المنتخب مشكلتها في إيه المنتخب مش في حالته المنتخب مش حلو فالناس سلخة لعبت المنتخب لو أنت طلعت قلت كلمة حلوة الناس هتتكلم عليك أن أنت بتطبل للعيبة صح لو أنت انتقدت اللعيبة أنت معاهم فأنت وشك في وشهم فهتتعامل معهم إزاي فأنت برضو فوضع صعب جدا لا أصلا معلش أن أصف أقاطع كلامك أيما معلش أن أصف أقاطع كلامك أيما النقطة أنت بتتكلم فيها دي ما هو برضو اللي واحد عايز يوصل للعيبة إحنا مش من ماليزيا إحنا مصريين أيه أيه طبعا وإحنا المنتخب ده حاجة تانية خالص فإحنا إذا كنا بننتقد يعني إذا كان لحد طالع من العش من قال حبا في اللعيبة وإحنا عايز منتخب بلد يكسب أكملك فإمام قال لي أنه أنا ما زعلتش تماما أوه ناس بعاتتلي وقالتلي أن الكلام اللي أنت قلت لأن أنا كان الكلام واضح يعني أنا انتقاط صلاح شوية قلت الناس اللي كانت موجودة معنا كانت متعشمة أن أتشوف حاجة من صلاح خاصة أغلب الجمهير في كوتيفور وغانا والكلام ده كله جايين ماتش مصر وموزنبيك الأولاني ده هم جايين عشان صلاح منسبة لهم ده التارجة الأولاني أنا جاي يشوف ماتشوات المنتخب عشان يشوف نجم ليفر بول نجم الشباك وابيت أقلق فقلت الناس كانت مخبطة شوية صلاح ما قداش قوي حاجة أو الماتش وإمام كده ناس برضو عشمانا إنه ينزل ويغير الشكل لكنه كان بعيد عن مستوى ما كانش في أحسن حالته أنا في لقطة عايزة أقول أتخلصت إمام عشور لا كنت أقول لك على نقطة واحدة قدامي خمس زي خمس زي باش لا بات حي طب خمس زي نختم باقي فهو فقال لي الكلام قليلا فهو بيقول لي لأ أنا بنسبالي عارف إن طبيعي ناس بتنتقد وناس وصلت لي الكلام لكن أنا عارف إن جزء من شغلنا إن إحنا ناس بتنطقتنا وناس بتشيد بينا تعجبني أو يرغب